السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبتي حيثما كنتم حكاية اليوم في الرشفة حكاية من التراث الياباني القديم طبعا قصة سوف أخذ منها عبرة ككل مرة القصة تحكي لنا عن إمبراطور ياباني كان يخوض معاركا وحروبا ولكن كان في كل مرة يعتمد على شيء ألا وهي قطعة من النقود قطعة نقدية فيها من وجه صورة ومن الجهة الأخرى كتابة فإذا جاءت الصورة ربما هو يأخذفها للسماء وتعود تنزل قطعة عن النقود فإذا جاءت الصورة فيقول لهم سننتصر وأما إذا جاءت الكتابة على الوجه سننهزم لكن سبحان الله كل مرة تأتي الصورة وهكذا دواليك يعني معاركا وحروبا خضها الملفت في النظر أنه كان دائما تأتي الصورة ودائما ينتصرون وكان الجنود يقاتلون بحماس وبإرادة وغيرها يعني تقدم به العمر فجاءت لحظاته الأخيرة وهو يحتضر فدخل عليه ابنه الذي سوف يكون إمبراطورا بعده وقال له يا أبي أكيد عرفتم ماذا طلب الإبن من الوالد طلب قطعة النقود يا أبي أريد منك تلك القطعة النقدية لأواصل تحقيق الانتصارات فأخرج الإمبراطور القطعة النقدية من جيبه وأعطاها إياه نظر الإبن إلى الوجه الأول فيها صورة قلبها فيها صورة فقال له يا أبي لقد خدعت الناز وخدعت جنودك طوال تلك السنوات فماذا أقول لهم أبي البطل كان مخادع فرد الإمبراطور قائلا لم أخدع أحد فهذه هي الحياة قال له كيف يا أبي قال له عندما تخوذ معركة يكون أمامك خيران وأنا هذا ما كان أمامي إما أن أنتصر وإما أن أنتصر سبحان الله قالوا إما أن أنتصر وإما أن أنتصر أنا لا أفكر في الهزيمة لأني إن فكرت في الهزيمة سوف أنهزم وهكذا هم جنودي إن جعلتهم يفكرون في الهزيمة أو احتمالي ممكن ننهزم أو ربما يبنون اعتقاد لعلنا نهزم هنا أكيد سوف يقاتلون بتردد فهنا كانت منه خطة نفسية حتى يشجعهم حتى يحفزهم أنهم منتصرون ربما لو نسقط هذه القصة من التراث القديم على حياتنا نجد أن النصر عندنا يتحقق أكيد بالثقة بالنفس وأكيد بأمر مهم جدا ألا وهو ثقة بالله سبحانه وتعالى الحياة ليست ضربة حظ وليست الحظوظ هي من تحقق الإنجازات والانتصارات ولكن فكرة أني أنجح أو لا أنجح أن أتخلي حتى التلميذ لكن فكرة يا ابني نحن مع موسم دراسي وبدأت الدراسة تنجح ولا تنجح ما عندك أي خيار آخر ما تقول ليش ممكن ندي العام ممكن ما نديش حتى في التجارة وربما هاتها ربما علماء الإدارة وحتى في علم الأعمال والتجارة وغيرها والاقتصاد يقول لك تربح تربح ما فيش تربح أو تخسر لما؟ لأن ذي قضية فكر أنا أفكر دائما بالإنجاز بالنجاح بالانتصار لا أدع مجال لي نفسي إذا حدث قدر الله وما شاء أفعل لكن أنا ندخل هذه المعركة وأنا على استعداد للانتصار وللانتصار ما ندير شي بليل وكان وكان نفشل وكان كذا لأن البعض فينا ربما لما يتبرمج برمجة سلبية يأمن بيها ويقدر يقول كيف نقدر منجح شام كامل منجحوش لذلك كانت ربما هاته طريقة من الطرق التي استعملها هذا الإمبراطور لكن نحن نريد أن نأخذ العبرة أن نثق بأنفسنا أن نعرف قدراتنا أن نطور ما عندنا من قدرات أنه ما نحقرش روحي نعرف بني عندي إمكانية في قريتي في العمل الديالي أنطورها وأيضا أتوكل على الله لأن هذا هو الأساس ثقتي بالله سبحانه وتعالى هي الأساس وهي من يحركني لأن الواثقة بالله واثق بنفسه لأنه عنده قوة كبيرة رهشات فيها ذلك الذي يغتر ويحسب روحه هو السبب في النجاح في الربح الأموال والنجاح في الدراسة هذا مغرور والمغرور يساوي ماذا؟ يساوي عدم ثقة بالنفس فالواثق بنفسه يمشي واثق الخطى للأمام متوكلا على الله سبحانه وتعالى لا يخاف ربما أكيد نضع احتمالات الخطة ألف والخطة با ولكن من الجيد دائما أن نفكر بعقلية الرابح بعقلية الناجح بعقلية المنتصر في كل معارك حياتنا وندرب أنفسنا على هذا ندرب ابننا وأبنائنا خاصة على هذا لأنه ربما نرى نحب أمه وجيل قادم يكون جيل قوي جيل قائد ليس جيل متزعزة جيل ربما خايف ما تردد ما شكيت ما نعرف واقل لا لا ما نعرف ما شاء نتاع هذه الحاجة هذا التخصص ما نقدر وغيرها وغيرها من العقلية لحشيش طالبة معيشة ربما الآن لأصبحت هذا الحكمة المثل أصبح سائد واقتنعنا به قيسي قيسي وفقط لا أخي وأخيتي اغرس في نفسك وفي ابنك وأنت أيضا الطموح وثقة بالنفس حتى تنطلق في هذه الحياة وأكيد ببركة الله سبحانه وتعالى متوكلا عليه عازما بإرادة إن شاء الله رشفة اليوم كانت قليل فيها من الحماس كانت قوية زيادة مع شوية سكر زيادة لأنها تتكلم عن النجاح عن الانتصار تتكلم عن الثقة بالنفس والقدم نحو الأمام متوكلين على الله سبحانه وتعالى دامت أيامكم عامرة بالنجاحات بالإنجازات وبالانتصارات إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه جمعنا الله وإياكم في خير وعلى مجالس الخير وعلى العلم دائما به نرتقي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته